كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بجولة في مختلف أنحاء المدينة السحلية لمتابعة الأعمال الجري تنفيذها بها ولسيما أعمال المرافق وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح حول حجم الاستثمارات بمدينة العالمين الجديدة وهي موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسة تشمل محطات تحلية مياه البحر ومحاولات الكهرباء فضلا عن محطات رفع صرف صحي وشبكات مرافق مختلفة